السؤال الثاني بقى يقول ان هو في الشغل ان ساعات الناس بتحب ايه؟ بتحب تهديه بحاجات ويحب تديله حاجات اللي اصلا مسألة الرشوة هي مسألة ان المال الذي يؤخذ لكي يأخذ الناس شيئا ليس من حقهم لكن اوه في الحقيقة انا لو بتسألني انا يعني ارجو لك وافضل لك ان لا تأخذ اي شيء في العمل ده ليه طيب؟ لان في الحقيقة ده الانزه ليك والافضل ليك لان الرشوة هو ان انت تأخذ الفلوس في مقابلة ان انت تؤدي الخدمات للناس لكن جملة حديث رسول الله سنة لما جاءه سأل الصحابي فقال هذا مالكم وهذا اهدي لي فرسول الله قال له هلأ جلست في بيت ابيك وبيت امك فاهدي لك فكأن حضرة النبي عايز الناس تبقى في حالة نزاه وما يبقاش فيه فساد وعشان ما يتفتحش عليك باب الكلام دوت وقلبك يدخل فيه الامر دوت والناس ممكن تستغلي ده بشكل او باخر ومش كل الناس ممكن تكون هي وبتديلك هي صدقة في الكلام اللي هي بتعمله ده ان هي بتشكرك على انك انت قديت العمل وممكن بعد كده الناس بقى عندهم طريقة للفساد وهي ان هي تعطي بعد العمل ما تعطيش قبل العمل وممكن نفسك تتربى على انك انت تشوف لده طيب ايه الانزه ليك بدل انت يا سيدي الافضل ليك لا تأخذ شيء طيب انت بقى بتسألني سؤالا مجردا كده لو واحد اعطاني شيء بعيدا عن العمل خالص بعيدا عن العمل ليه طيب عايز يشكرني فشكر لي عمل اللي انا عملته هل ده يدخل في مفهوم الرشوة الحقيقة لا ده ما يدخلش في مفهوم الرشوة مفهوم الرشوة دي ان الواحد يأخذ المال لقي يقضي المصلحة لكن واحد حبني واحد لاني مخلص فحبني فداني هدية فداني هدية بعيدا عن العمل ده وهم حتى بيقولك انت مطلبتش هم عايزين يشكروني لان انا انسان حريص على العمل ده انا زي ما قلتلك انا افضل ان انت متاخدش ده التفضيل لكن لو حصل ان انت اخدت لا استطيع ان انا اقول لك اسم لاني رسول اللي اصلاق قال تهد وتحبه وما زلنا في عمومي هذه الاية طب بس انت قدمت لهم مصلحة اه بس انت اخدت هذه الهدية بعد انقضاء المصلحة وانتهاء المصلحة وخلاص يبقى انت تخلي بالك لو اي في نوع من انواع الشبهة ان هو ممكن اديك الهدية ويكون له مصلحة اخرى بعد ذلك فلا وانا استمر اقول لك ان الانزه ليك والافضل ليك ان انت متاخدش لكن احنا بما ان احنا بنبين الحكم الشرعي ومن ان الحلال والحرام لازم نبين مسائل بشكلها الكامل اشتركوا في القناة